السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم تمن كنوز من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فعلا أكثر وقت فيه كنوز من الطاعات هو من مغرب يوم الخميس لمغرب يوم الجمعة ثمان كنوز من أروع الكنوز تعالوا نشوفهم كده في عجالة سريعة الكنز الأول هو كنز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عند البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كتروا من الصلاة علي يعني الأصل إحنا بنصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي كل وقت تمام لكن بيقول كتروا بقى من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة يعني من مغرب الخميس لمغرب الجمعة ليه؟ قال فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا وفي رواية فإن صلاتكم معروضة علي صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة بتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهناك ملك موكل يقول له يا رسول الله فلان أو فلانة يصلون عليك الآن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل ورد في رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات ومحى عنه عشر خطيئات ورفعه في الجنة عشر درجات يبدأ أول كنز من كنوز يوم وليلة الجمعة الكنز الثاني هو كنز سورة الملك اللي هي سورة تبارك طب سورة تبارك يا شيخ محمود ما احنا بنقرأها كل ليلة أيوة مها كل ليلة ومن بينها ليلة الجمعة يليل هي يوم الخميس بالليل فابنقرأها وصورة تبارك كما قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح قال صورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر يعني مش المخففة لا المانعة تمنع عذاب القبر هو في عذاب في القبر يا شيخ محمود نعم في نعيم في القبر وفي عذاب في القبر هل تتخيل حضرتك أو تتخيل حضرتك إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عذاب القبر وهو أصلا شيء وهمي أو هلامي أو مش موجود حاشا لله ده النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى فلما ييجي مثلا في حديث يقول لك تعوذوا بالله من عذاب القبر أو يقول يعني يؤسينا بأننا لا نسلم من صلاطنا حتى نستعيد بالله من أربع قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال تمام؟ يبقى إذن في نعيم في القبر وعذاب في القبر سورة تبارك بفضل الله هي المانعة من عذاب القبر وفي رواية عند التبران في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من الكرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك يبدأ الكنز الثاني يبدأ الكنز الأول كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الكنز الثاني صورة الملك أو صورة تبارك الكنز الثالث هو كنز صورة الكهف إن إحنا بنقرأ صورة الكهف في أي وقت من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة كل دو وقت نقدر نقرأ فيه صورة الكهف إيه بقى المنحة اللي ربنا هيكرمنا بيها قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح قال من قرأ صورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ودي إضاءة زمانية طب والإضاءة المكانية كما جاء عند البيهاقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ صورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العطيق يعني ما بينه وبين الكعبة بفضل الله سبحانه وتعالى الكنز الرابع هو كنز قيام الليل وده كنز موجود معانا طوال الليالي مش ليلة الجمعة بس لكن من بينها ليلة الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي على عبادي ويقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح يعني يظل المولى عز وجل يردد تلك الأسئلة الثلاثة حتى يضيء الفجر بفضل الله وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح من قام أي قام الليل من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين يكتب لنا عبادة وقيم ليلة كاملة ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين أي من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات يبا دا الكنز الرابع الكنز الخامس كنز صلاة الصبح أما احنا بنصلي الصبح كل يوم لكن صبح يوم الجمعة له مكانة خاصة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله اللي يصلي الصبح حاضر الرجل يصلي في المسجد والمرأة إن أرادت أن تصلي في المسجد فلا تمنع إيماء الله مساجد الله ولو حب تصلي في البيت فلها نفس أجر الرجل وهو يصلي في المسجد من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني في عهد الله وأمان الله وفي حفظ الله سائر اليوم بفضل الله رقم ستة كنز الذكر وصلاة الضحى إن احنا نصلي الصبح في جماعة ونجلس نذكر الله عز وجل حتى بعد الشروق بربع ساعة ثم نصلي ركعتين الضحى فيكتب لنا أجر حجة وعمرة تامة تامة والنساء لهم نفس الأجر الرجل هيصلي في المسجد ويقعد في المسجد لحد بعد الشروق بربع ساعة ويصلي صلاة الضحى والمرأة في بيتها فيه مصلاها تصلي الصبح في معاده تمام وتجلس تذكر المولى عز وجل لحد بعد الشروق بربع ساعة وتصلي صلاة الضحى يكتب لها أجر حجة وعمرة تامة ما الدليل على ذلك الدليل ما رواه التلمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فيه جماعة ده بالنسبة للرجل من صلى الصبح فيه جماعة ثم جلس فيه مصلاة يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له كأجر حجة وعمرة تامة 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 رقم سبع الكنز السابع هو كنز صلاة الجمعة نفسها طبعا المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة ولا الجماعات في المسجد لكن لو حبت تروح صلي الجمعة لا تمنع إيماء الله مساجد الله حبت تصلي في البيت في وقت صلاة الجمعة تصلي ظهر في بيتها تصلي الظهر بالسنن فيحسب لها نفس أجر صلاة الجمعة وهي بتصلي الظهر في بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة يعني كأنه تصدق بجمل بناقة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة كأنه تصدق ببقرة ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب شاتا ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ما شاء الله يبقى اللي يروح في الساعة الأولى لصلاة الجمعة يروح بدر كده ويقعد في المسجد يصلي ويتنفل ويقرأ الكرآن ويذكر الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كأنه تصدق بجمل واللي يروح في الساعة الثانية كأنه تصدق ببقرة واللي يروح في الساعة الثالثة كأنه تصدق بشاء بخروف واللي يروح في الساعة الرابعة كأنه تصدق بدجاجة واللي يروح في الساعة الخامسة الأخيرة اللي قبل ما يطلع لإيه الإمام على المنبر كأنما تصدق ببيضة طبعا المرأة لها نفس الأجر بفضل الله لو دخلت مصلاها في بيتها بدري كده في الساعة الأولى كأنها تصدقت بجمل بفضل الله وتجلس تتنفل وتذكر الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح قال من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر يعني ذهب إلى المسجد مبكرا ثم دنى من الإيمان واستمع وأنصت ولم يلغو يعني استمع إلى الخطبة ولم يلغو ما عادش بقى يكلم من جنبه ويسلم عن حاج فلان ويدردش مع الحاج فلان لا جاء قاعد في الصف الأول أو في السفوف الأولى ويستمع الخطبة بإنصات واستمع وأنصت ولم يلغو كتب له وركزوا معي بقى كتب له بكل خطوة يغطوها من البيت إلى المسجد عمل سنة كاملة أجر صيامها وقيامها يعني لو بينه بين المسجد متين خطوة يتحسب له عبادة متين سنة قيام وصيام لو بينه بين المسجد ألف خطوة يتحسب له كأنه خد عبادة ألف سنة صيام وقيام بفضل الله كل ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى والمرأة لها نفس الأجر لو صلت في بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى الكنز الثامن والأخير هو كنز ساعة الإجابة في يوم الجمعة يوم الجمعة في ساعة لإجابة الدعاء اللي هي الساعة اللي قبل صلاة المغرب مباشرة بفضل الله كما جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله سلم قال يوم الجمعة اثنتى عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد مسلم لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر دي التمن كنوز حبيبي اللي موجودة من مغرب الخميس لمغرب الجمعة فاحرصوا على تلك الكنوز أسأل الله عز وجل أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يشفي مرضاكم وأن يرحم موتاكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته